عزيزي مشاهدين برنامج شكل تاني ورجعنا لكم تاني بشكل تاني نعتذر عن التأخير طبعا لحظة الطلاق هي لحظة فيها كل المشاعر أوقات بتبقى عند ناس انطلاق وأوقات بتبقى انكسار وأوقات بتبقى وقف للحياة وبتبقى ساعتها بجد انفصال مش بس بين الزوجين لأ ده كمان في الواقع اللي بنعيشه وبيبقى الواقع للأسف مرير بكل ما يشمله من معنى ومعايا المفكر وأستاذي أستاذ جمال متولي الجمل نوار فيني أهلا وسهلا بحضرتك نوار بحضرتك إحنا النهار ده هنترح مشكلة كبيرة جدا في مجتمع من مصري وهو الطلاق عايزين نعرف من حضرتك إيه أضرار الطلاق أو إيه المشكلة اللي بيسببها الطلاق بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين أهلا منك يا سيدنا طبعا الأضرار كتيرة جدا جدا مع الأسف الشديد منها الانهيار الأسري الانهيار الأسري ده بيبقى الخطوة الأولى لقدر الله فيه يعني انهيار يعني المؤسسة الأسرة فبالتالي بتأثر على المجتمع كله لأن الطلاق الانفصال بيولد عندنا أطفال يتربهم تربية غير سوية أهلا أقل الأسباب أن ما فيش أب وأم يأما موجودين مع الأب يأما موجودين طبعا بحكم القانون مع الأم الوحدية طبعا أول ضرر بيبقى الطفل طبعا والطرف ممكن يبقى ما عندوش القدر على التربية والتوجيه والتقويم فالتنين طبعا يعني بيبقوا بيكملوا بعضيهم الأب والأم فالانفصال بيؤدي لانحراف الأولاد انحراف الأولاد ده مع الأسف الشديد بيعود بالسلب بل بالسوء على كل المجتمع لأن انحراف الأولاد ده بيشكل انحراف في شرب المخدرات انحراف في التسرب من التعليم انحراف في ارتكاب الجريمة كذلك الانحراف ما بين الراجل اللي بينفاصل عن أسرته وما بيبقاش عنده هدف قيم يقدر عايز يحافظ عليه فبينحارف الست برضو ممكن تلجأ لوسائل يعني وبتتحمل أعباء شديدة جدا جدا أعباء تربية الأولاد أعباء ممكن الإنفاق على الأولاد في حالة الأب المستهتر فالمشاكل ضخمة جدا 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 بتعود على المجتمع كله احنا بنسميها مخاطر من كتر ما هي حاجة خطيرة فعلا للزوجة والأبناء بالإضافة بالإضافة إن فيه إن مش الزوج والزوجة فقط والأولاد اللي بتأثرهم أسرة الزوج بتتأثر بطلاق ابنها وأسرة الزوجة بتتأثر بطلاق ابنتها والأهل طبعا الأهل بيبقوا في حالة نفسية يعني نفسية ليه دايما الناس بتخاف من الطلاق؟ مع الأسف الشديد برضو الخوف من الطلاق لأن إحنا الطلاق اتعاملنا معاه على إنه هو في حد ذاته مشكلة في حين أن الطلاق يعني ربنا عز وجل شرعه ليكون حلا للمشاكل إذا تعقدت الأمور إذا تعثرت العشرة ما بين الزوجين إذا الاتنين لا يستطيع الزوج والزوجة أن هم يكملوا مسيرتهم الحياتية مع بعضهم فالطلاق حل وليس مشكلة إحنا تعاملنا مع الطلاق على إنه هو في حد ذاته مشكلة فالمشاكل الأسرية بتوصل للطلاق والطلاق بيزيد هذه المشاكل في حين ربنا عز وجل لما الآية في القرآن إحنا أقول لحضرتك مشكلتنا مع الطلاق أو مع الزواج عموما عدم اعتناءنا بمعرفة يعني فلسفة الشريعة الإسلامية في تكوين الأسرة إحنا بنتجوز على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لكن ما بنعملش بي آه وبنتطلق يعني بصراحة آه وبنتطلق غالبا برضو على كتاب الله وسنة رسوله بس بنعيش ما بين الزواج والانفصال سواء كان الانفصال بالموت أو بالطلاق لقدر الله في الحالتين يعني بنعيش بينهم بأهوأنا بأمزجتنا بعقولنا كل واحد بعيش بقيمه بعيد عن قيم الإسلام ربنا عز وجل يعني حدد وقال آه آه يعني وعاشرهن بالمعروف وربنا عز وجل حدد وقال فإمساكن بمعروف أو تحسينهم أو تسريحهم بإحسان فتسريحهم بإحسان الطلاق ربنا عز وجل موضح أنه هو حل إحنا حولناه لنكبة من النكبات المشاكل الأصل في الطلاق المشاكل اللي قبل الطلاق مش في الطلاق في حد ذاته إحنا لو فهمنا أن الطلاق بالفعل حل وهو بدليل أن احنا عندنا 14 مليون قضية ده حسب تصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء 14 مليون 14 مليون قضية مرفعة في المحاكم علشان الطلاق إحنا نهادنا في الحلقة يعني أنا عايز أعرض للسادة المشاهدين حجم المشكلة حجم مشكلة الطلاق وقد إيه بتأثر على الأسرة وعلى الطفل وعلى الزوجة وعلى الزوج وعلى الأهل وكأن المجتمع المصري اللي بتطلق هي وسمة عار وبننظر لها بنظرة سيئة جدا وكأن رميين عليها بحجارة ويعني كأن هي مزنبة أنا مش انتصار للمرأة بس بجد أنا أعرف حالات يعني طلقت وتبهدلت بعد الطلاق فبالتالي ست تختار تعيش في ظل حيطة ولا إنها تطلع هو أنا أقول لحضرتك يعني أخذ من آخر كلام لحضرتك إن بداية الوعي الصحيح إن لو جينا قلنا المشكلة فين هو طبعا إحنا لا نستطيع عموما العلوم الاجتماعية بتقول إن إحنا في كل مشكلة ما ينبغيش إن إحنا يعني نحملها لسبب واحد ولا لطرف واحد تخذ بحضرتك يعني مبدأ في العلوم الاجتماعية إن أي مشكلة موجودة لا بيتحملها سبب وحيد ولا بيتحملها طرف وحيد فإحنا عندنا الطرفين لكن لو جينا علشان نحمل علشان نطمن المجتمع والكلام اللي بتقال كتير إن المرأة بينظر لها نظرة أو نظرة ازدراق الأصل إن ربنا عز وجل جعل القوامة في إيد الرجل ومن ضمن القوامة إن الطلاق في إيد الرجل علشان يبقى حكيم عند استخدامه وعلشان ما يتصرعش في استخدامه أنا عايزة أقول لك فاللوم يبقى على الرجل مش على المرأة بس أقول لحضرتك حاجم أنا أقول لك بس والله دون قطعك أنا ما حاجدك أنا بوجه شكر للزوجين قطعة مني كتير والله العظيم جدا جميل جدا كل شيء أقول لك أنا عايزة أتطلق ففعلا أنت لمست حتة جميلة جدا ما هو عشان كده ولذلك هم الناس بعض مع الأسف الشديد من اللي يعني بيناوئه الشرع الإسلامي الحنيف القويم اللي ربنا عز وجل اللي خلق الكون وخلق البشر وخبير بما ينفعهم مصلحتهم يجي يعترض على أن طب ليه المرأة ما تتسويش مع الرجل في العصمة ده كلام يعني هو التكوين اللي ربنا خلقه في المرأة التسرع والتكوين اللي ربنا خلقه طبعا هناك استثناءات لكل قاعدة شواز زي ما بقوله فزي ما حضرك تفضلت وقلت دلوقتي أن الرجل ربنا جعل في إيده القوامة علشان الست تقوله طلق ويقوله طب حاضر بس مش دلوقتي هو ده اللي مفروض أن يكون هو زي ما بقول لحضرك أن مشكلة الطلاق في الأول وفي الآخر أن احنا بنتعامل معاها بأسلوب يختلف كلياً عن الفلسفة اللي ربنا عز وجل شرع من أجلها الطلاق الطلاق حل لو كل الناس والمسلمين فهموا أن الطلاق حل ما هواش أصل المشكلة الأمر مع الطلاق هيختلف تماماً حضرت سألت على حجم المشكلة عشان برضو مجتمعنا يعرف المأساة اللي احنا بنعيشها بسبب عدم إدراك أن الطلاق حل وليس هو في حد ذاته مشكلة احنا بنوصل نفسينا أن الطلاق يبقى مشكلة احنا اللي بنوصل نفسينا أن الطلاق يبقى مشكلة فإحنا عندنا عقود الزواج في سنة 2018 887 ألف عقد زواج يعني 887 حالة زواج 887 ألف حالة زواج حالة الطلاق حالات الطلاق 211 ألف طيب لما نجي نقسها نسبة وتناسب هنلقى أن احنا قريبين جداً من 25% من حالات الطلاق بالنسبة لحالات الزواج يعني عند 887 ألف حالة زواج 211 منهم ألف 211 ألف بتطلقهم ده دي نكبة طبعاً النكبة الكبيرة بقى والمفاجأة اللي أتمنى أن احنا كلنا يعني ناخد بالنا منها كمجتمع مجتمع طبعاً بأتكلم كمواطن وكمؤسسات دولة إن نسبة الطلاق العالية دي أعلى نسبة فيها 40% منها 40% من اللي بتطلقهم بتبقى في حالات الزواج في السنوات الأولى يعني لو خدناها بالعمر ما بين 20 سنة وما بين 35 سنة هنأكل تفاصل للأذان تفضل ورجعنا لكم تاني مع ضيبنا المفكر الإسلامي أستاذ جمال هنرجع نكمل مشكلتنا فحضرتك النكبة معها بالإضافة للحجم الهائل والضخم لإعداد المطلقين وانهيار الأسر في مصر إنها بتتم ما بين المتزوجين حديثاً 40% من هذه الحالات مع الأسف مع المتزوجين خلال الثلاث سنوات الأولى في الزواج يعني انت خالي يبقى متجوز مبارح وطلق النهاردة ماكملش في أول سنة وتاني سنة وتالت سنة 40% من وسن الشباب والله السبب ما هو ممكن يرجع لحاجات كتيرة جداً نقول منخصها أو بشكل سريع يعني سوء الاختيار وارد جداً أنا بقول إن في ناس طبعاً هي مدارس وإن فترة الخطوبة لازم تبقى قصيرة أنا بقول لا ما ينفعش فترة الخطوبة تبقى قصيرة من الأسرتين من العوامل الداخلية العوامل الخارجية فتتفاقم المشاكل ده كله لأن احنا لم نختار على الأساس السليم وقعدناش مع بعض فترة طويلة قبل الخطوبة طبعاً مش معنى إن أنا بقول فترة طويلة لكن الفترة اللي تبقى كفاية إن كل واحد يكتشف الآخر وكل واحد يتعرف على طبائع الآخر وكل واحد يتعرف على قيم الآخر الشاب بيتعرف على قيم الفتاة خطيبته والفتاة بتتعرف على قيم الشاب والسلوك ما بين ولذلك أنا برضو بقول بتمنى على مجتمعنا إن تبقى فترة الخطوبة بنتعامل فيها بعيد عن التجمل يعني يبقى الوضع طبيعي جداً ما للأسف برضك يا أستاذ جمال فترة الخطوبة دي بتبقى تجميلية ما أنا بقول لا ما هو ده ما حدش بيظهر حقيقة أصلاً دي من الأخطاء الرهيبة فعلاً صحيح إن أنا المفروض خطيب بنتي لما يجيلي إحنا كلنا بنتعامل معاه بالشكل الطبيعي مفيش تجمل أبداً في أي سلوك من سلوكياتنا علشان هو كمان يبقى ده لمصلحة الفتاة والشاب لمصلحة العروسين يعني لما أنا أتعامل معاه بشكل طبيعي جداً هيشوفني على حقيقتي وهيشوفني على طبيعتي وهيعرف أنا بفكر إزاي وهيعرف أنا بقيم الأمور إزاي وهيعرف لما تبقى في مشكلة أنا هتعامل معاه إزاي كذلك هو يتعامل معاه بدون تجمل علشان اعرف طيم استاذ محمد ألو اسلام عليكم اتفضل يا استاذ محمد معنا على الهوم اهнако اهلاً ابرنا مرحمة الاخرد اهلاً وسهلاً بطالح اهلاً وسهلاً سيحاً اهلاً وسهلاً يا مرحمة مع حدك محمد رزا اهلاً وسهلاً عزيز الغالي يا مرحمة يا Understood ربنا يتشليك امناور بطالح المهم دوت وربنا ينفع بيك ربنا ربنا يبارك في حضرتك نورتنا نورتنا تخبرك كنت بس اود الكلام على ان حضاك برضو تتطرخ لنقطة من ضمن اسباب ظاهرة الصلاة هو ان الشاب نفسه هو مش عارف يتجوز لي اصلا تمام ده جز كبير جدا من موضوع ان هي فكرة الاسباب غياب غياب اهداف الاسرة في حس الشاب والبنت ان الاتنين احنا بنتجوز بشكل روتيل الجواز لانه ده سنة الحياة لكن طبعا الاسرة لها اهداف وعلى فكرة من ضمن اشكرك جدا جدا دايما كده بتنير افكارنا وبتزودنا بحاجات رائعة بالفعل في حاجة مهمة جدا من ضمن العلاجات لأسباب الطلاق ان يبقى فيه هدف للزوجين زي ما احنا بنقول ان الوطن علشان يبقى ماشي في خط مستقيم ما بين مؤسسة الحكم والشعب فبنقول لابد انه يجتمع على هدف قومي كذلك الاسرة لو ان الزوج والزوجة اجتمع على هدف عايزين يوصلوله اللي اتنين وعلى مجموعة قيم عايزين يطبقوها اللي اتنين دينيا وماليا واجتماعيا يعني الارشاد الاسري قبل الجواز او انا عايز نحط نقط انا هنتجوز هيحصل واحدين تلاتة بلان لحياتنا عشان نقدر نكمل فاحنا محتاجين ارشاد اسري لا شك في ذلك ودي مع الاسف الشديد من اللي برضو كمان يعني احنا يعني حياتنا الاسرية الحقيقة من الالف للياء ماشية بعشوائية ومخالفة بشكل كبير مش عايز اقول تماما يعني لكن مخالفة بشكل كبير للي ربنا عز وجل عايزه مننا واللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عايزه مننا احنا اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا قبل ما انساها انت تعرف ان احنا يعني كلنا عارفين ان بيوت النبي عليه الصلاة والسلام حصلت في مشاكل اكيد صلى الله عليه وسلم بس تعرف ان لم يحدث ده بشكل يقيني لم يحدث خصام اطلاقا ما بين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وما بين ايا من زوجات خصام في فرق بين حدوث الزعل يعني النفيه ايه اه بدليل ايه بدليل ان احنا يعني نسمع في حادثنا النبوية الصحيحة الشريفة ان سيدة عايشة تقول لي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام انا بعرف امتى تبقى زعلان وامتى تبقى مبسوط مننا ايه قالت لما بتبقى يعني الامور جيدة ما بيننا فبتقول كيف حالكم لما بتبقى الامور فيها يعني بعض الشيء فبتقول كيف تيكم ايه هو نفسه عليه الصلاة والسلام بقول له انا عارف او انا اعرف امتى تكوني راضية وامتى تكوني غضبة برضو دي طب ازاي قلت له ازاي لا لما بتكوني راضية بتقولي لا ورب محمد نعم ورب محمد لما بتكوني جعلانا واخد على خطرك بتقولي لا ورب إبراهيم احلى كلام نقدر نختم به اه سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام نورتنا الوقت تجري مننا بسرعة وعايزين حلقات وحلقات ان شاء الله بجمال في الكلام دوت والمشاكل الاسرية يارب نكون افتناكم واستنونا في شكل تاني اشتركوا في القناة